فهنا نرشد إخواننا دائماً وأبداً إلى الانتفاع بكتاب إحياء علوم الدين في الجانب التربوي والسلوكي أما الأحديث التي اجتمل عليها ذلك الكتاب ينبغي أن تكون على حذر شديد منها فلا تقبل منها إلا ما صححه العلماء ولماء الحديث أهل الإختصاص في هذا العلم أما ما حكم العلماء بضعفه ولم يصححوه أو قالوا لا أصل له ولا سرد له فهذا ينبغي عليك أن تتجنبه وأن لا تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أنت مع ذلك نسبته إلى رسول الله ربما وقعت في الوعيد الذي ذكره أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين